شارك محمد وجيه طالب مؤسسة الخنجر للتنمية العلمية واحد طلبت كلية الحاسوب والمعلومات في جامعة بنها في المؤتمر العلمي في الكلية والتي تجسد التطورات بتقنيات الحاسوب والمعلومات الحديثة ابن المشروع العربي محمد وجيه الراوي قدم بحثا حول كشف أمراض العيون رقميا وقدم الطالب بحثا نادرا حول تصميم نظام ذكائية في الحاسوب الرقمي لاستخدامه في المستشفيات لكشف وتشخيص أمراض العيون ونال بحث طالب مؤسسة الخنجر إشادة بالغة من قبل الأساتذة والعلماء الذين حضروا المؤتمر بالأهمية العلمية والعملية التي تمثلت في هذا البحث والذين أكدوا أيضا أي الأساتذة بأنه يحمل بعدا علميا عميقا يمثل عقلية الطالب العراقي المبدع إذن مشاهدين للحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف من مصر طالب مؤسسة الخنجر محمد وجيه الراوي محمد مرحبا ومبروك هذا الإنجاز الرائع نعم حدثنا عن هذا البحث عن المشاركة هل هي مشاركة في الجامعة في الكلية كيف كانت ردود الأفعال وما هو البحث حقيقة المشروع سترة المشروع هي تصميم نظام يعمل على الحاسبة يعتمد على التفانيات الذكائية لتشخيط أمراض العيون حيث أنني قمت بجمع الخبرات الطبية من أكثر من مصدر وأكثر من طبيب لتكون جميعها تعمل على تشخيط المرض بسفنية ودقة عالية بسرعة عالية كذلك نعم يعني ما هو الفارق الآن ماذا سيحقق أو سيقدم هذا البحث الجديد لطبيب العيون حقيقة هذا البحث سيكون مساعدا للأطباء في المستشفيات التي تعاني من كثرة المراجعين لما يشكل أبع على الطبيب الذي يعاني أحيانا من الإرهاق ومتيجة العمل الشاق بسرعات طويلة لما يعرضوا التشخيط الخاطئ لما يعرضوا الطبيب إلى التشخيط الخاطئ أحيانا لذا كانوا اختراع هذا النظام لمساعدة الأطباء وتخصيص بسرعة العمل عليهم كما يمكن استخدام هذا النظام للاتعالة به من تدريب الأطباء من الخرجين الجديد الذين لا يملكون الخبرة الكافية في تشخيط المرض من خلال ملاحظة الفحوصات والأعراض التي تنكب المريض التي يتم إدخالها إلى النظام ونتيجة التشخيط التي يعطيها هذا النظام جميل يعني محمد خلينا أيضا ننتقل إلى ردة فعل الأساتذة ما هي التعليقات التي ربما جاءت ثمرت هذا البحث هل سيعتمد؟ يعني كيف تعاملت معه الجامعة؟ حقيقة أسمع جميع الدكاثة على النظام جميل جميلا وطلت منعكشة فيه بعض الأسئلة مثلا هل تم استخدامه أو هل تم تطبيقه بشكل عملي وكانت إجابتي بنعم ومثبت الخطأ كانت هناك نثبت خطأ ولكن نثبت الخطأ كانت بائلة نثبتا وقياسا بأنظم شبيهة نعم وكانت موجودة فكانت سؤالي عن القواعد المستخدمة في استنتاج النتائج فكانت إجابتي عن القواعد المستخدمة هي تربط بين أكثر من عرب حيث أنني قمت بتقسيم الأعراب إلى عدة أقسام للوصول إلى المرض الذي يعاني منه المريض بشكل أسرع وأذى طيب محمد ما هي إمكانية أنه أن ترجم بحثك هذا إلى أرض الواقع هل سيكون بجهاز يعني هل الإمكانية مثلا تكون أنه بآلة حاسبة يعني شلون ممكن أنه يرى النور هذا بحثك حقيقة سأل النظام الذي اقترحته يأمل حاليا على الحاسبة وهو برنامج تفاطبين على المستخدم نعم يسأل المستخدم كما لو أن أمامه طبيب هل تعاني من العرب الفلان؟ يكون أما بإجابة نعم أو لا أما الخطة المستقبلية فستكون إن شاء الله أيضا الخطوة الأولى أن يتم إدخال صور إلى الحاسبة لمعالجتها وتحليلها للوصول إلى المرض الذي يعاني منه المريض هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية هي أنني سأطوره ليتم ربطه مع جهاز خارجي كان يكون جهاز OCT أو غيره من أجهزة فحص العين هذا الجهاز يتم ربطه مع الحاسبة والبرنامج يتم التعرض على المرض بشكل إسماتيكي وبالوقت الحقيقي أو حالا بينما يكون المريض جالسا على الجهاز سيتم عرض المرأة الذي يعاني منه المريض على النظام داخل الحاسبة نعم يعني باختصار أنه هذا الجهاز يسهل على طبيب العيون الفحص الأولي بإدخال المريض لإجابات عن الأعراض وعن ما يحدث له في مرض العين فبالتالي نختصر 90% من تشخيص المرض والعلاج ونقدمه للطبيب بطريقة جدا سهلة وطريقة سريعة نعم طالسة نعم نعم إذن نتمنى لك الموفقية ونتمنى أنه تتعاقد مع الشركات ممكن أنه تتبنى هذا الجهاز ونشوفك إن شاء الله في براءات اختراع ثانية شكرا جزيلا لانضمامك إلينا ونتمنى لك يعني كل الموفقية من مصر كنت معنا طالب مؤسسة الخنجر محمد وجيه الراوي شكرا جزيلا لك